بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء باسمكم جميعا نرحب بسماحة ونشكر له تفضله التلبية في دعوة هذا البرنامج أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم قبل أن ندخل إلى باب صلاة التطوع نود من سماحتكم أن تتحدثوا في بداية هذا اللقاء عن الأثر المترتب على المحافظة على الصلوات في وقتها والأجر العظيم في المحافظة عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محافظة على الصلوات في مواقيتها يأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففي الحديث أن الدين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل هذه أركان الإسلام أولها التوحيد وثانيها إقام الصلاة مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام فالذي لا يصلي ليس بمسلم والذي يصلي لكن يؤخر الصلاة عن وقتها لا تقبل منه إلا إذا كان له عذر اقتضى إخراجها عن وقتها المعذور له حكم وأما إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنها لا تقبل منه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع صلاة التطوع هي النوافل والصلاة التطوع تأتي بعد الفرائض بعد الصلاة الفرائض في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وذجله التي يمشي بها يعني أن الله يوفقه في هذه الأعضاء ويحفظها له فالصلاة لا شك قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة مع الصبر استعانوا بهما على مشاق الحياة وعلى المكاره نعم قال أبو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها وفيه حديث مرفوع قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنه يكن أبو العباس قال إن الفرائض تكمل يوم القيامة من صلاة التطوع وهذا يشهد له الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته التمسوا هل لعبدي من تطوع إذا حصل في صلاته نقص إذا حصل في صلاة الفريضة نقص يقول لملائكته التمسوا هل له من تطوع نعم وكذلك الزكاة وبقية الأعمال نعم بقية أركان الإسلام الصلاة شهادة لا إله إلا الله ثم إقان الصلاة ثم إيتاء الزكاة ثم صوم رمضان ثم الحج إلى بيت الله الحرام هذه أركان الإسلام الواجبة على المسلم وهذه الأركان لا بد من القيام بها والإتيان بها ثم بعدها تأتي النوافل نعم ثم تعلموا العلم وتعليمه ثم بعد أركان الإسلام تعلموا العلم وتعليمه لأن العلم استقيم به الدين تعرف به الأحكام ويعبد الله جل وعلا به والعلم المراد به ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن والسنة نعم قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول العالم والمتعلم في الأجر سواء وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلا يقتصر الإنسان على نفسه تعلم ويقتصر على نفسه بل لا بد إذا تعلم أن يعلم غيره لأن هذا العلم للجميع نعم وسائر الناس همج لا خير فيهم الذين لا يتعلمون ولا يعلمون ولا يقيمون دينهم هؤلاء همج لا خير فيهم هؤلاء لا خير فيهم إذا ضيعوا دينهم لا سيما ضيعوا الصلاة قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي فالغي هو واد في جهنم والعياذ بالله وهذا وعيد شديد للذين يضيعون الصلاة اتبعون الشهوات نعم وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته طلب العلم أفضل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا التمسوا فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فطريق العلم طريق إلى الجنة وكفى بهذا فضلا وشرفا لطلب العلم والعلم لا يحصل بالتعالم وقراءة الكتب وإنما يحصل بتلقيه عن العلماء الربانيين العاملين العلم لا يوخذ من الكتب هذا ضلال وإنما يوخذ عن العلماء والكتب أدوات لطلب العلم وقال تذاكروا بعض ليلة أحب إلي من إحيائها نعم طلب العلم بالمذاكرة أحب من قيام الليل لأن قيام الليل نفعه يقصر على نفس العامل بخلاف طلب العلم فنفعه للعالم ولغيره لأن العالم ينشر علمه ويعلم الناس ويدعو إلى الله على بصيره نعم قال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به الدين ما يقوم به الدين قيل لأحمد مثل أي شيء نعم قال الذي لا يسعه جهله الذي لا يسعه جهله يعني لا يعذر بجهله المسلم لا يعذر بجهل أمور دينه لا بد أن يتعلمه أما أنه يعذر في أحكام المعاملات وبقية الأبواب فهذا يعذر الإنسان بجهله فيه إذا وقع في الخطأ نعم صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة نعم هذه أمور الدين التي لا يعذر أحد بجهلها صلاته وصيامه وحكام دينه التي لا يصحه إلا بها نعم لحديث استقيموا ولن تحصوا لحديث استقيموا اعتدلوا في الدين وقوموا عليه ولا تتركوه استقيموا ولن تحصوا فسقامها التامة لا تحصل لكل أحد وإنما التفريط حاصل والنقص حاصل ولكن الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه والله يغفر له نعم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فالصلاة خير الأعمال وكفى بهذا شرفا لها وفضلا لها وهي خير الأعمال كما قال الله جل وعلا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر نعم ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه ثم بعد هذه المسائل من أمور الدين ما يتعدى نفعه إلى الناس من تعليم جاهل تذكير غافل إلى غير ذلك نعم من عيادة مريض أو قضاء حاجة ومن ما يتعدى نفعه عيادة المريض فعيادة المريض مستحبة ومتأكدة وهي من حق المسلم على المسلم أن يعود أخاه إذا مرض ويطلب له الشفاء نعم أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس المتنازعين يسوي بينهم يقرب بينهم قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة صححه الترمذي قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإصلاح ذات البين له فضل عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه من أفضل الأعمال لأن به تصفو القلوب ويتقارب المسلمون ويزول ما بينهم من نزاعات فالإصلاح بين الناس أمره عظيم نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا المتن في كتاب آداب المشي إلى الصلاة نستكمل ما تبقى من هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم مع سماحة الشيخ صالح الفوزان أشكر الزملاء الذين ساهموا في تسجيل هذا اللقاء كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر